السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا لايف ايوه تمام احنا كده لايف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو بس جديد اعملكو بس النهاردة عالتريندات التريندات الرهيبة اللي طلعها والناس اللي عمالها اش عايز اتكلم الناس كل شوية تطلع لك بتريند نتكلم عن تريند الطلاق والصحوبية واللي بتخطف رجل من مراته واللي تبقى صاحبتك وداخلى بيتك واكلة معاك يعيش وملحه وبعدين تسرق زوجك منك يعني ايه الصح في الموضوع ده وايه الغلط وهال فعلا يعني ايه 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 اه ايه حاجة تهب كده نقوم نقوم ما تكلمين عليها اخنوا كده انما تجمعوا ان شاء الله جمعوا نفسيكم كده يلا بسرعة وتعلواوي عشان هو هنقول كلام مهم جدا ولا التاني اخنى 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 في الموضوعين ومضوع تريند الطلاق ده والصحبة اللي خانت صاحبته هل فعلا خياني؟ ولا ما التانية تلعت ردت عليها والكلام ده والصح والغلط في موضوع العلاقات دوت بس عشان نبقى فاهمين النوطة التانية هتكلم فيها اللي كل من هب وذب بقى كل من هب وذب طلعولنا واحدة كده طبعا ما بقولش أسامي وانتوا عارفين انا ما بقولش أسامي وتطلع بقى تتكلم في ايه هتتكلم في الأسرة وتتكلم في الرجال وحاجات يعني تخلي قصا البنات تكره المنظومة دي من أولا لأخيرة والشباب ما بقاش عايز يسمع من الكلام الخطأ المغلوط اللي له عقلي وكذا سماجة وميوعة لازجة كده ملهاش ايه تلاتين لازمة يلا نجمعوا بعض ونقول هجاوب على الأسئلة هجاوب على الأسئلة يا منار كل الأسئلة اللي هتكتبوها بآخر البس ان شاء الله هجاوب عليها معاكو هو يعني بتاع قولي ايه حل حل معاكو نص ساعة أكتر أو أقل ان شاء الله قبل حلقة النهاردة من البرنامج بتاعتنا ان شاء الله مش عارفة بتقوله ايه على الاجتماعي ده يا حلاوة يا حلاوة تمام جزائر لا جزائر دي لها لها وضع خاص جزائر وتونس يعني رب بس ما تبقاش لاني تقريبا تونس هتوبى الأول من جزائر لأ ما ربنا ايزا هقول لكم ان شاء الله وتابعوا كل جديد على الصفحة بإذن الله اللي عايز يسأل سؤال واللي كاتب انا هاخد كل الأسئلة بتاعكم اللي موجودة على اللايف اللي هشوفها فهل حق اكتبه وانا بتكلم يلا بينا ندخل على موضوع ترند الطلاق واحدة كانت مع صاحبتها متصورة معاها في حفل الزفاف وصدقتها وصاحبتها وحضرت حفل الزفاف وبعدين بعد خمس سنين ولا ثمان سنين ولا عشر سنين انا جاية عاملة خطفت زوجها منها وده اللي تقال خطفت زوجها منها وتزوجتها فطلعت التانية تعمل ايه طلعت التانية قالت لا ده هو ده كان خطيبي قبل ما يكون زوجها وبعدين ما حصلش نصيبية وقعت ما بيننا فتركنا بعض تمام وروحت حضرت فرحه مصصح مصصح انه كنت تروح اول حاجة موضوع اما واحد يبقى مخطوب لوحدة وتيجي صاحبة توقع ما بينهم كذا انت فين عقلك فين عقلك عشان كده بيبقى في ايه اسروا الخطبة واعلنوا انه تحق الدين محطش قس واحد ولا قسس واحد ولا محور واحد من محاور التعامل بالذات ايه لو كان صحي بنسبة 1000 في 100 اللي انتو بقى بتعملوه من مهرجة ده ما بتبقاش غطوبة ده بيبقى مهرجان مهرجان كبير والكل حاضر والكل ما عرفش ايه طبعا لا طيب خلص هي فسقتي فسختي في البداية ده على وحسب كلامها صح وبعدين التانية زوجة بقى تزوجت زوجها انت حضر الفرح ليه هي لصحبتك ولا انتو صحب فالامور عادية والكلام ده تمام رجعت قالت وردت وقالت بعد العشر سنين طلقني او الثمسين طلقني وتزوجها فالتانية ردت قالت لأ ده هو ما تواصلش معاك الا بعد طلق يعني هو جاي تواصل معاك بعد الطلق وما هوش عارف رد فعلك واول مرة يكلمك ومحصلش اختلاط ودي قس البلاوي ده اختلاط وانك تطلعي سر بيتك برا وان حالك يبقى مكشوف عن الناس وان اصلاحنا صحاب صحاب ايه وفيه صحبية في الاسلام صحاب قصة صحابة زوجي قصة دي صديقتنا قصة دي صديقة تبقى ايه ده رجال مع الرجالة والحارين مع الحارين انت رجال مع الرجال والنساء مع النساء مفيش حاجة اسمها الكلام ده مفيش حاجة اسمها اصلا ده زي التانية ده مين دهاني ده صحبي انتو متعرفش ده صحبي ولا صاحبك ايه ونيليت ايه هو احنا ملن سلخنا من دينا قوي كده احنا ملن سلخنا قوي من هويتنا كده لا اصلا يمكن ده لو مش عارف ايه ومش متغطية غطية يعني لما الله عز وجل هو اللي خلقنا ووضع الكتالوج بتاعنا انه واحد اتنين تلاتة تيجي انت تقوم جاي عامل قانون جديد وتقول لا اصلا مش عارف ايه طبعا من الصح فالبنت ردت وقالت لا اوه ما اكلميش ولا جيه اختمني اللي بعد ما اطلقها بشهرين عايزة تقنعين ان كانت انا ما بغلط كيش ولا بغلط انا بغلط اللي بتطلع سر بيتها برا بغلط ان فيه اختلاط ومعاملات تمام كده وبغلط لا 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 معلش 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 يعني خلينا قول اصل اللي بيننا صدقة صدقة ايه صدقة ايه اللي اختلاط لأ ممنوع الا فضرات الخمس اللي منها الموت مفيش واحدة تخشت سر اللي الواحد اصل هو بيريحني في الكلام وبيقوله تقوم جاية تحكياله عن حياته غلط تتعلق بيه وليس منا من خبب امرأة على زوجها ولي يخبب زوجة على زوجته ليس منا وعايز اقول لكم ان صحة العقدة لو تزوجها لو خببت على زوج لزوجته وتزوجته قالك جمهور العلماء العقدة صحيح ملكه الشفعية قاله لا تأديبا له ان هو خبب الزوجة دي على زوجته وتأديبا له وان ان محدش يعمل كده ويستحل الأمر ده لا يجزل الزوج منه فأما الله سبحانه وتعالى حتطلنا كده خطوات ان احنا نمشي عليها أما الله سبحانه وتعالى حتطلنا كده امور نمشي عليها وتيجي انت بقى ما شاء الله ما شاء الله تحطوا بقى قواعد من أول وجديد تحطوا مش قواعد هو كده سلو عادي يعني انت ملك يعني مكبر الموضوع لي انت ملكم مش عارفوا عاملين ايه يا جماعة غلط يا جماعة حرام يا جماعة هادك ستر للبيوت يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم ما تطلعيه السر بيتك برا برا غرفة نمك ما يطلعش ولا لأمك ولا لأختك ما هو شفنا هو الحل علامة الساعة شفنا إيه الأخت راح تخدت جز أختها حاجة مصيبة والله أختك 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 وديكوا سمعتوا اللي بيجي في الحلقات وديكوا سمعتوا اللي تصلاة بتوب عاملها زي وديكوا سمعتوا الترنتات عاملها زي تعلمات الساعة وقسم يمين بالله علامات الساعة لما تيجي واحدة وديكوا يقول لك يا دكتورة يعني أنا مش عارفة عامل إيه والله هو اللي كلمني هو اللي شغالني خلاص ليس منها وخببك على زوجك ليس منها فما بالك بقى اللي استأمنتك وبعدين واحدة هيجي يكلم واحدة كده معرفش رد فعلها معرفش كذا خلاص تم الزق يعني ما يصحش يا جماعة ما يصحش مين اللي غلطان عدم الالتزام بشرع الله هو اللي غلطان اللي ما بيحطش حدود ربنا نص بعينيه إنه هو يرد الله عز وجل فيها هو اللي غلطان عشان بس نبقى واضحين فما يجي يقولك ايه ترند الطلاقة اه ما هو ايه فين ربنا وفين الإسلام في الموضوع احنا بعيدنا عن الدين وعن الإسلام عشان كده بقى ده الواضح تمام طيب خلينا ناخد النقطة التانية النقطة التانية نقطة نقطة كل من هاب واحدة طلعة بتتكلم في برنامج أو واحد طلع بتكلم وبينصح الناس وهو أصلا يعني يعني مش عايزة أقول إن انت محتاج ذات نفسك تتأهل نفسيا وهي طلعة تتكلم تقول مفيش كرامة بين الزوجين مين اللي قال كده لقد كرمنا ايه ايه بني آدم الله عز وجل ارتضى للكرامة وكرمني سمعا وبصرا وعقلا ايه انت تقول مفيش كرامة لما لغي اللي احترامه التقدير بين الزوجين اللي هو رقم واحد في المعاملات يا مسلمين رقم واحد في منظومة الزواج ايه الأساس اللي بتحط عليه اللي احترامه التقدير وقول أنا هشيله عشان مفيش كرامة وعدم ما يقول لي وعدم ما يزغطني وعدم ما يضربني وتيجي الأمهات والجلي اللي فات يقول لك قال لما كنا بننضرب عادي ما كنا بننضرب بقى دكتورة طول النهار وتقول الليل عادي بننضرب وبعد كده ما بننضرب عادي بيطلبونا آخر ده في ناهي في ناهي من النبع السلام تضربها وأول النهار وتطلبها في آخره ده بيبيستنكر الأمر ده ايه الكلام ده يعني ايه اللي بيحصل ده وتيجي تقول لأ أصمق لأ فيه فيه احترامه تقدير بين الزوج والزوجة انتي الله عز وجل جعل لنا كرام الله عز وجل أعز المر الله عز وجل لا يرضى لك الدانية تقول لك يعني بعد ما بيضربها ويجرجرها ويشدها من شعرها ويبهدلها ويشتمها ويعملها يقولها يلا للعلاقة الخاصة مجنين دول ولا ايه ايه دول تقول لك يا أصلا حرام والملائكة تلتل عني فأنا لازم أوافق وبعدين ما عرفش بيحصل ايه فأنا وفيت بس أنا حسة كده ان أنا رخيصة وان أنا سلعة مهانة نهي من النبي تيجي انت تعمله نهي من النبي عليه الصلاة والسلام تيجي انت تنفيه وتطلع الحيزة ومتش عارفة مين دول والله العزيز المياه لازاجة لازاجة رائمة تقول لك لأ أصلا مين اللي قال لي الكلام ده بقى الله عز وجل يقولك لك تكرمنا بني آدم ووالغي منظومة احترام وتقدير عشان تخدي فقراسي مش عارفة عملي ايه ويلا كزا وتحس ان هي اما ايه ده دي مش حياة ولا ده دين ولا حد ينسي بالكلام ده للإسلام اللي جبهوا لي هتهم لي وانا نفضه ولا حد ينسي بالكلام ده في احترام وتقدير بين الزجين في اللفظ ما يطلعش الإزاء اللفظ لا الإزاء الجسد يمنهي عنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول على الله عز وجل وأصل الأصول في المعاملات النهي حتى عن ضرب وجه الحيوان تجي انت تقول ما عرفش ايه ويضربه هون ومش حافظين بدون اي فقه بدون اي فقه وينسيبوا ده للدين والإسلام ولازم وكعملوا هتخش النار هتخش النار هتتلعني هيفضل الملكة تلعني كمان ايه ده ده كلام فاضي ده كلام فاضي يعني انا في الاول وفي الاخر انا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم يا رب يا رب يجعل اللهم أمين يا رب كل امرأة مسلمة محتسبة في عزة وكرامة بدون ما تتكسر بدون ما تتخزل تتخزل ليه كده يا ولل ليه وخزلان رهيب خزلان رهيب بسبب ان حد بيتكلم كلمة ولا حد بيقول معرفش ايه ليه كده ليه نقذي الناس بالشكل ده ونقصله بقى كأنه ديني الجنين دول ولا ايه طيب نحور الثالث اللي هتكلم فيه للامهات لان ما ينفعش فيديو من غير الامهات على طول بس عشان ما ينفعش فيديو من غير الامهات بصوا لما تيجي تقولك ايه انا زعلان ان انا ضربت اولادي اه ازعلي انا زعلان ان انا زعتهم ايوه ازعلي رح يبصي عليهم وهم نايمين وتقومي كده تبصي كل العيل فيهم سامحوني اولادي والله يا سامحوني ان انا زعقت وصوتي كان عيلي ومشا قولي كده قولي كده والنمع على الكلام ده سامحوني يا اولادي والحاقي تبقي علاقتك بيهم دلوقتي جيدة ومحترمة وتبقى فيها من الحب والحنان اللي يفتقروه ليك اه ده انت دلوقتي ايه بتجري تبصيهم خد يا هات بصة عارفة لما يكبروا شوية خد يا هات بصة لامك تعال يا هات بصة بتجري وراهم رأيت الصغيرين واما لأ لأ عشان تكبروا شوية الحاوي شباعوا منهم وشبعوهم بحبكم يعني شباعوا منهم حبا وشبعوهم بحبكم يامن تعالى 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 معايا في الله يفتعالي اهلا اهلا تعالى سلم على الفنزات اهلا 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 يامن الجميل العسود ياتل تايتل اه الحرب ايه رأيك تشوفوا يا جماعة اواريكو يامن اهو يعني اعايز اقولكو بقى ادفت جميل احنا الاول ينفع نطلعوا بدون السئزان والدته لازم نستازن والدته صح هو يامن يامن مستقل يامن ايه اه ده اللي انا هاتوا دي الحلقة ده اللي انا هقوله كده وراجع الاسئلة صح شكرا لك يا عم الحدي يامن العسود انا كنت هطلعك للناس بس لازم نستازن ماما صح تعالى نشوف الشنطة في ايه استننا يا جماعة استننا يا جماعة طبعا هي الشنطة يعني عايز اقولك العيال اه الايال الاولى دي بيخلصوا كل يعني كأن شنطتي دي مستباح اه الله 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 التمن الجميل يلا ناكله نقول باسم الله رد الله يا يامن العسودة ما عايز اقولكو يامن اصغر مخرج عندنا هنا في القناة صح يا يامونا ويطلع يبص على الستوديو ويجي جانبي وبعدين يخرب كل التاني ويبقى فاضل على البس ثانيتين وهو يعني يبقع كل المكسسورات بتاعت الستوديو هاتف حالك بسم الله بسم الله بسم الله اي رأي تقدر يعني الله 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يلا ايو ايو هي مش لعبة هي بتتاكل ايو ايو انا عايزين عيال صغيرة بقول لي عيالي يلا تجوزوا ايو خلص ع السلامة ع السلامة ع السلامة شكرا الايام بقول لهم يلا تجوزوا بسرعة خلوني بقى ايه خلوني نجيب العيانات خلفوا ومشوا انتوا بجوازكوا وهدولي عيالي والله انا اللي ربيهم بصدقوني انا اللي ربيهم ربنا يا ربي كرمنا في اولادنا وفي احفادنا خلاص بقى انا بخلين على الخمسين هوا يعني خلاص نستنى الاحفاد بقى ايه فاشباعي من عيالك وشباعيهم حب وشباعيهم حنان واجري بوسيهم وحضنيهم واشباعي منهم بوس قبل ما تجري وراهم عشان يعطيكوا قبلة ولا يرضوا انهم يلباسوا لان خلاص جيبهم مكسوفيهم بس هو ده ايه فدا الموضوع رقم تريد اللي انا اخدى الاسئلة بتاعبكم وبعدين احنا نرجع تانى بقى خلينا نشوف اه الاسئلة بتاعي كل ده كل ده ليه بس ليه 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 طيب انا هاخد الاسئلة من الموبايل التانى هنا عشان انا مش شايف اي حاجة من عندكم تبستمت تقول لي لسه صغيرة دكتورة خلاصة تبستمت انا تتكلمي فيه بكلمة خمسين سنة سام فين المجموعة بتاعتك يلا اه احمد واقي دي يقولولي احترام وتبادل بين الطرفين صح يا أحمد وده كلام أنا يعني أنا أؤيدك فيه احترامه تبادل وكرامة ما بين الاتنين ما فيش حد يسحب كرامة التانية أبداً لأ ده من الصح ونحافظ على الاحترامه التقدير عشان يبت يمشي لكن بدون احترامه تقدير أي كلام عسل انتو العسسيل مونة أحمد الجميلة وحبك الجميلة شكراً لك يا مونة أحبك في الله درية شكراً لك يا درية أنا باخد يهوت بيان بيان كادين بيان كادين تعدينها من تركيا وليه يا بيان خالينا نقول موضوع مال المرأة والرغل فأقرأ فرصة لإني حس بإني على الحفقة بس يا بيان المرأة الله عز وجل أسس لها في الإسلام زمة مالية منفصلة طيب هي معنا فضل مال يا عندها مين اللي بيعمل صوت هي عندها فضل مال وعايزة تساعد زوجها دي تمام تكون طيبة بها نفس يعني تكون نفسها طيبة بيها وهي مطلعة وهي مش بقى قول منه وتتعمل وقا تتكون انتو أحمده انتو عايشين في روسيا الفجل يا كلام لأ تكون طيبة بها نفسها طب بتشتغل في حاجتين في الشغل لو انت اتفقتي مع زوجك على الشغل قبل موضوع الزواج تمام يبقى عايزة تساهمي زي ما قال دكتور يوسف الكارضاوي هو التلتين اللي اتذكر مثل حظ الانسيين هو يدفع اتنين انت اتفعي واحد هو بيدفع تلات انت هتدفعي واحد اتنين لوحد نفسك طيبة وبتساعد بيها بتساهمي وكذا وباقي زمة مالية لك منفصلة تماما مالوش ان هو يكلمك فيها تعملي بها جمعية تشتغل بها ارض تعملي بها كذا باسمك حاجتك طيب هو بيتكلم في موضوع انا هتصرفي على البيت واتفقته على كده وعلى المصاريف وانا داخل في جمعاته وبشير ارض بعمل يبقى بالنص على حسب اللي بدفعه ولو انت بتدفعه من هنا اكتر من الهنا يبقى مثلا التلتين والتلت او النص بالنص لكن ان هو لأ مفيش وهو ده كده وانت عملي والصرفي وعيالك وكذا وانا اخد وقت بالحاجة باسمي لا ده مس صح الاسلام عملك يا بنتي زمة مالية من فصل حافظي عليها من فضلك طيب النقطة التانية نقطة احنا لأ بعد الزواج زهر لشغل وموضوع ان انا نازم اشتغل طيب بتستأذنين لاني ما تمش الاتفاق على هزا الامر قبل الزواج خلاص ارتضوا هزا الامر تعالي احنا كنا عايزين نجيب يامن بس قلنا نستأذنك الاول قلنا كدنا هطلعه خلاص يسلم على الناس بس قلنا نستأذن والدته الاول ربنا يبرجلك فيه فطبعا لو بعد الزواج يبقى استأذن طب ادفع الجزء زه ما قلت الاتفاق من الجزء طيبة بها نفسك بطلحها لزوجي والاولادي والبيتي وانت كده كده عمرك ما هتلاقي بيتك والاولادي محتاجين حاجة بس ما يبخزكيش حق يبقى عمال يكتب الحاجة باسمه 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 بعد ما يجبه يقول الكبرت وباقي كذا وانا عايز اتجوز طب هات فلوس اللي انا كنت بصرف فيها التلاتين سنة اللي فاته لا مفيش خدها وحوشها لنفسه وعمل بها اسمه رح تجوز به لا ولا قصنا لا لا انتو بتخلطوا الدين انتو بتخلطوا المفاهيم الاسلام ما قالكش روح تاخد فلوسها وتعيش على قفة زوجتك وتعيش على فلوس زوجتك وتحوش وتعمل وتعمل لك اسمه شركة وفي الاخ تروح تتجوز واحدة تانية وهي دي فلوسها وهي حالها وهي اشياءة وهي اتعبها هي تكتبه بالنص وتبقي واعيل كده ما فيش زعل من الكلام ده فاكتبوه فما يجيش ربنا يقول اكتبوه وانتو كل واحد رايح لحالي تمام دي هو الجوز فارجوا ان انا كون جهودت على اسئلتك معانا مين اذا كان لخيرا يعتيك العافية ام جنة ربنا يعطيك العافية وياكو حبيبي وياكو بيصلوا صلاة ايه دلوقتي عندك يا دكتور اه عندنا صلاة العشاء انتو سعايق عندنا صلاة العشاء في الغرفة اللي ورانا هنا كده فالصوت جميع ربنا تفبل منهم مدعو ان احنا ما يكونش صوتنا علي عليهم يا رب اه مش بالسنة ابتسام شكرا ستبتساج شكرا يا ست خلينا نعمل دوش اعمليلي مداخلة والله حاولت قبل كده اعمل موضوع المداخلات ده بس مش عارف تبقلولي ازاي وانا وانا عملها ها والله معارفة يعني مش كده اجمل ورائي دكتورة شكرا ليكم انا اصلا مش شايفها ليه ليه مين اللي بعت السؤال دوت نور عاطف تعالي يا نور تعالي ليه توقفت عن القرآن يا بنت انا عايز اقولك نجاتنا قصا في الدنيا هي القرآن نجاتنا في الحياة هي القرآن لو مش هتقرأيه وتحفظيه وتفهمي معانيه وتتخلقي بيها انت دائما لوحدك في الدنيا لوحدك نا القرآن واحنا قلنا لسه منزلين فيديو ازاي انك انت تراجعي قلنا فجر وضهر وعصر باخد الجديد اللي احفظه وقوم جاية مراجع مراجع قرأ بيه في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المكر والله اسقرأ طواب من المغرب والعيشة اخد القديم اللي هو الصفحة بتاعت الانبارح واصلي بيه القيام اصلي بالقديم والجديد احفظ ازاي اجيب الآية وقرر الخمس مرات واللي بعدية او سبع مرات او عشر مرات واللي بعدية عشر مرات وبعدية اجيب الآية الاولى والتانية عشرة وعشرة يلا يلا ايه وايه شوفي بصي يكفينا في موضوع حفظ القرآن انهم اهل الله واخصته بس انا ما عهدت حد حامل لكتاب اللي عامل بيه الا وصادق صدق القول حد صدقين بحبوهم صرح ده الله سبحانه وتعالى يحشرنا بزمرتهم وانهم امين ممكن سؤالة خديجة انا مستنيها فيه عندي فينال مين اللي عندها فينال تعلم ما ندعي لك هو ايه بقى انا عايز اعرف ايه اللي محطوط هنا ده مش عارفة مش عارفة اشوف منه الاسئلة يا جماعة اصبروا بقى اصبروا لكتير قوي ممكن اتواصل معاك ازاي هتلاقوا الصفحة اللي عليها ستة مليون وشوية جيد ونص تقريبا او ربعمائة دلوقتي اللي عليها ستة مليون بتبعتي رسالة بتطلع لك الرقم الرقم الخاص بتاع التواصل رقم ادارة الاعمال الناس المسؤولة عن المحاضرات المؤتمرات الدعوات اه هتلاقوه بيزهر لكم تمام كده مين بقى ثاني والله العظيم انا معارفة اشوف الاسئلة طب خلينا نشوف من هنا جدا لا 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 طب اجيبها منين طيب اهو محتاجة اكلمك قدوتي يا عائشة عائشة بعاتي بعاتي السؤال سكر سكر شكرا على سكركم مشاء الله احنا دكتورة شكرا ليكي سهام ده انت اللي عصول يا سهام ريم ربنا يوفقني يا دكتورة دايلي يا عبيبتي رب ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي ونجحكو يا رب ويجعل يا رب الامتحانات دي بردا وسلام انت عدي كده وانتوا من قوائل الدنيا والاخر الله امامي شارف حاسة انا مقربة على الشاشة عاملالكو جو اه رعب كده اه فاطمة شكرا يا فاطمة شوفينا كمان اه عندنا ام ياسين بتقول انا مريضة بثلاثة امراج الدولي مش شايفة بقيت الكلام يا خراشي اه مين جاي اللي انجح مرام ان شاء الله تنجحها مرام طب ازاي الفل انت في الجامعة الشرعية ماشي بدرس شريعة يا ربنا ينجح شريعة شرعي قانون الله يعينك بقى في الله يعينك بقى في الاخر بس ان شاء الله تنجحوا طب ازاي العسل اه منها عندي فاينل ربنا يا رب ينجح كل منا حاضر منا اسماعيل والله بدعيلي كواه منها ربنا يا رب يكرمكم فين الاسئلة مفيش اسئلة اه ابعتلك مداخلة ازاي ضحى مش بقى يعني مش عارفة جبها منين يعني حاولت والله قبل كده لكن عمتا خلونا احنا معاك وهو الحمد لله رب العالمين نحاول نطلع عليه في شوية الفترة اللي جاية نتكلم معاكو في الترندات العظيمة اللي بتطلع الوصية تاني قبل ما اختم طلع يستربتك برا تمام ما ما تقابنيش لحد حتى اللي بغفة نومك للامك ولا لاختك شوفي زي ما بقولك كده وما تقابنيش لحد ممنوع الكلام لعلى زوجك ولا على بيتك ولا على اي حاجة بص يا جماعة الكلام ده البيوت ماينفعش ماينفعش باي حال رقم اتنين مش كل واحدة تيجي تتكلم وتقولك موضوع وعشان نتقرب ونحب الرجالة ورجالة يحبونا فيبقاش فيه كرامة لا الدين والاسلام عمل الكرامة لاحترموا التقدير من اهم الاسس اللي بتقام عليها منظومة الزواج ولو راحت راحت التهذيق لا يضربني يصدرب الحبيب زي الكلام ده كلام فاضي ناهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يضربها بالنهار ويجي يطلبها بالليل استنكر النبي صلى الله عليه وسلم زي واحنا يعني نفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تجيش تقصلي حاجة او تقولي حاجة تحطيها في عقل البنات يا مش موجود ويبتدي يهددها بقى باللعن وبالطرد وانها مطردة من رحمة ربنا وانها ملعونة وان هي كذا وهو مسكها عجيجها وعمل لها غرس في نفوخها كلام فاضي اخر حاجة الحقوا شبعوا بعيالكم وبسوهم واحتنوهم وخلي بصمة الحب والحنان هي اللي موجودة قبل ما تيجي تجروا وراهم بديت تعالى ما بوسك يجر منه تلحقوا بسوهم واعتذروا لهم وأخضقوا عليهم بالحب والحنان دلوقتي ألقاكم بقى ان شاء الله الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول وبس المبشر وحلقة جديدة هنكمل فيها سلسلة التعامل مع الناس ماشي والناس المجنونة اللي بتغلط فينا هنعملهم ايه طب الناس العقلة طب في ناس ما هيبارة طب الناس العقلة ان شاء الله بإذن الله عنوان حلقتنا النهار ده مبيوت منورة ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته